في خبر فالصائقة قال مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز من منصبه كمدير للكرة ونزل القرار على جمهير النادي الأهلي كالصائقة وانقسم الأهلوية غير أن الغالبية منهم رفض القرار لكن كما تعود جمهير الأهلي فالكيان فوق الجميع وسينتظر الكشف عما وراء هذا القرار الصدمة سيد عبد الحفيز ليس نجما إداريا فقط وإنما لعبا فذا سابقا بالنادي حيث بدأ مسيرته الكراوية مع فريق الناشئين بالأهلي ثم انضم إلى الفريق الأول في العام 96 ولعب حتى اعتزاله في الثاني عشر من سبتمبر العام 2006 لعب منتخب مصر الأول في العام 97 وحتى العام 2004 وحقق معناد الأهلي العديد من البطولات وهي الدوري المصري أعوام 97 و 98 و 99 و 2000 و 2005 و 2006 وحقق كأس مصر عامي 2001 و 2003 و كأس السوبر المصري عامي 2002 و 2005 و كأس السوبر المصري عام 98 و كأس السوبر الإفريقي عام 2002 وحقق دوري أبطال إفريقي عام 2001 و 2005 كما نال لقب أحسن لاعب في مصر عام 98 و أحسن ناشئ في مصر عام 97 و أحسن لاعب البطولة العربية للمنتخبات الأولمبية وعقب اعتزاله شغل منصب مدير فرع أكاديمية النادي الأهلي المصري لكرة القدم في المنصورة وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالأهلي عام 2010 واستمر لسنوات عديدة في هذا المنصب بشكل مؤقت قبل عودته مجددا حصد عبد الحفيظ كمدير إداري العديد من البطولات والإنجازات في مساريته حيث حصد 26 بطولة مختلفة على كافة المستوات المحلية والإفريقية والقارية خلال توليه هذا المنصب كما حصد أيضا بغنزية كأس العالم للأندية مرتين مع الأهلي وهو على هذا المقعد ترجمة نانسي قنقر